شاهدين اهلا بحضرتكم ودعنا موجات الحر الشديد وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة ولكن تظل رطوبة اكثر الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس ماذا يحدث الايام المقبلة في حالة الطقس وماذا ايضا قالت هاية الارصاد الجوية هذا ما سنوضحه الان من خلال هذه التقطية الجوية مع ايضا بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على اغلب المحافظات اعلنت هاية الارصاد الجوية ان الطقس المتوقع اليوم سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مع ايضا اجواء حارة ورطبة خلال ساعات انهار على معظم مناطق الجمهورية اما عن جنوب والصعيد فسيكون شديد الحرارة في المقابل سيصبح الطقس معتدلا وايضا رطبا خلال فترات الليل المتأخرة اما عن الظواهر الجوية فالمتوقعة في هذا اليوم فمن المتوقع ان تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية مما قد يؤثر على الرؤية الافقية بشكل محدود كما ايضا اشارت الهيئة العامة الى ان الرياح ستكون معتدلة بشكل عام ولكنها قد تنشط احيانا في بعض المناطق مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري وايضا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة خلال هذا اليوم مستمرين مع حضرتكم في باية التفاصيل وبنقول ان في سياق متصل اعلن محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية عن انتهاء فصل الصيف رسميا وبدء فترة الخريف مشيرا الى ان الاسابيع الاولى من الخريف تتميز بتقلبات جوية ملحوظة بشكل كبير واوضح ايضا ان البلاد قد تتأثر بكتل هوائية مختلفة خلال هذه الفترة بعضها قادم من شمال البحر المتوسط وايضا احيانا من المناطق الصحراوية واضاف ايضا ان هذا الاسبوع يشهد تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق جنوب اوروبا بالاضافة الى امتداد منخفض جوية في طبقات الجو العليا مما يسهم طبعا في خفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وبشكل كبير حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى الى 32 درجة مئوية كما ايضا اشار الان نسبة الرطوبة ستظل عفوا مرتفعة خلال ساعات النهار والليل موضحا ان هناك امكانية لحدوث ارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الاول من فصل الخريف وايضا مع تقدم الوقت ستنخفض احتمالية حدوث موجات حارة تدريجيا وايضا تستقر الاجواء على نحو اكثر اعتدالا ومن جانبها اكدت دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية انه مع بداية فصل الخريف يوم الاحد الماضي بدأت تنخفض قيم درجات الحرارة بشكل واضح وبشكل ملحوظ خاصة في فترات الليلة المتأخر وايضا فترة الصباح الباكر وان قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام موضحا ان هنا المتوقع ان تصل العظمى على القاهرة الكبرى الى 33-32 درجة مأوية نهارا نتيجة الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب اوروبا مرورا الى البحر المتوسط وايضا امتداد المنخفض الجوية لطبقات الجو العليا وايضا تبعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الارصاد الجوية ان نسب رطوبة ما زالت موجودة في الجو بشكل كبير وايضا تجعلنا نشعر بالمزيد من ارتفاع في درجات الحرارة لفتا انها تقل طبعا تدريجيا مع تقدم فصل الخريف وتكون درجات الحرارة معتدلة الى حد كبير وايضا اشارت الى انه على مدار هذا الاسبوع تستمر درجات الحرارة على هذا المعدل متابعة انه بالاسبوع القادم يوميا الاحد والاثنين هناك ارتفاعات طفيفة جدا في درجات الحرارة وايضا سريعة جدا وتعود مرة اخرى الحرارة الى معدلتها الطبيعية والاعتدال اما عن القاهرة الكبرى فان المتوقع ان تصل درجة الحرارة العظمى الى اتنين وثلاثين درجة مأوية والمحسوسة تلاتة وثلاثين بينما تسجل الصغرى اتنين وعشرين درجة الاسكندرية تسجل العظمى تلاتين درجة مأوية والمحسوسة تلاتة وثلاثين والصغرى تلاتة وعشرين درجة مطروحة تسجل العظمى 29 درجة مئوية والمحصوصة 32 والصغرى 22 درجة سوهاج تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية والمحصوصة 37 بينما تسجل الصغرى 22 درجة قناة تسجل العظمى 37 درجة مئوية والمحصوصة 38 درجة والصغرى 25 درجة أما عن أصوان فتسجل العظمى 38 درجة مئوية والمحصوصة 39 بينما تسجل الصغرى 36 أو عفوا 26 درجة وإلى ونا مشاهدين بنصل إلى نهاية تقطيطنا الجوية شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء